أهلاً وسهلاً بعوداتكم متابعين الكرامة مرحباً بكم شركاناً الجامعة الألمانية الوردنية وأيضاً فيما نحن مهتمون به وبنفس الوقت عديد مننا بالنسبة له هو مستقبل يجب أن أسعى إليه بكل ضرع وبرامج الماسترز والدراسات العليا المطروحة من خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المقبل وتشمل تخصصات حقيقة واسعة وعديدة بإدارة الأعمال أندسة نظم المؤسسات البيئة والطاقة المتجددة هذا التخصص مستقبلي صرف ماجستير المياه والصرف الصحي والصحة العامة أما التخطيط المكاني والحفاظ العمراني المباني المستدامة الإدارة الهندسية حقيقة تخصصات كلها هي زي ما حكيت الخطوة القادمة في حياتنا وخصوصاً فيما يتعلق بالبيئة والهندسة والربط بينهما هندسة الحاسوب الصيدلانية والكيميائية ماجستير الهندسة الصيدلانية والكيميائية وإدارة اللوجستيات والعمل الاجتماعي له يتعلق بالهجرة واللاجئين طبعاً بنفس الوقت بإمكان الجميع للإطلاع على هذه البرامج أنه من خلال موقع الجامعة الإلكتروني أو زيارة الركن التعريفي اللي هو ركن بالأغلب ثابت حتى يكون فيه هناك مساندة مباشرة للطلباء والمستفسرين طلبات الثانوية العامة أنك مساحات واسعة بالتسجيل وبنفس الوقت يعني تعلن الجامعة العلمانية الوردنية أن توفر عدد من المنح لعدد من الطلبة المتفوقين مقدمة من مجلس أمناء الجامعة ومنح في التخصصات الجديدة والترجمة إضافة إلى منح فصلية للطلبة على مقاعد الدراسة إما زيارة الركن المفتوح أو عن طريق الموقع ولكن الجامعة يوميا من الأحد للخميس الركن المفتوح للتعريف من الساعة ثمانية ونص لغاية الساعة ثنتين متوافر يعني نتحدث عن التميز الطرح أيضا يكون متميز